بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حديثنا متواصلا مع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وهو النعمة الكبرى والمنة العظمى صلى الله عليه وسلم ويحكي لنا الصحابة الكرام عن بعض محاسنه كما يقول عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رؤيك النور يخرج من بين سناياه ويحكي لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت شيئا ولا أحدا أحسن من رسول الله كأنما الشمس تجري في جبهته كأنما الشمس بضيائها وبنورها وبعظمتها تجري في جبهته صلى الله عليه وسلم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ نسمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمي صلى الله عليه وسلم ويقول الإمام عليه كان والله النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الضمأ كان رسول الله أحب إلينا من كل شيء ويقول سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه ما مسست حريرا حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف الإمام السمرقندي في كتاب تنبيه الغافلين عند هذا المعنى ما هي أفضل العبادات قال الإمام السمرقندي أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له كيف ذلك قال اقرأوا القرآن الكريم كل العبادات التي يفعلها العبد تكون من جهة العبد إلى الله الصلاة من جهة العبد إلى الله سبحانه الزكاة من جهة العبد يتقرب بها إلى الله الصوم من جهة العبد يتقرب به إلى الله إلا الصلاة على رسول الله تكون من جهتين من جهة الحق سبحانه ومن جهة العبد ثم تلا قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الجهة الأولى من الحق سبحانه ثم الملائكة ثم تأتي الجهة الثانية من جهة العبد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذا وقفنا عند محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يتكلم عنا نحن يود أحدهم لو رآني بأهله وماله كان الإمام مالك لا يحدث عن أيوب السختياني رضي الله عنه وأرضاه يقول فكنت أراقبه في فريضة الحج حج مرتين كنت أراقبه فكان إذا جاء زكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى أيوب حتى نرحمه من شدة البكاء ومن شدة تعلقه وتعلق قلبه برسول الله قال فلما رأيت حبه لرسول الله كتبت عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يكتبون الحديث إلا عن السقات والإمام مالك أراد أن يتأكد من سقته ومن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دور الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن رسول الله فإذا جاء زكر رسول الله بكى الإمام مالك واخضر لونه فعاتبه تلاميذ قالوا له ما هذه الحالة التي تصيبك يا إمام فكان يقول لهم والله لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي كنت آتي محمد بن المنكدر وكان إذا جلس للحديث فإذا جاء زكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه وكان يصيبه صمت شديد حال يصيبه حال كان لا يذهب عنه هذا الحال إلا إذا ذهب إلى مقام رسول الله فإذا وضع خده على مقام رسول الله زال عنه الخطر وكان يأتي موضعا في المسجد النبوي يتمرغ فيه فلما سئل قال والله نمت في مرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ويقول الإمام مالك كنت آتي جعفر بن محمد الصادق وكان مستجاب الدعوة وكان كسير التبسم لكنه إذا جاء زكر النبي صلى الله عليه وسلم اخضر لونه واصفر وبكاء حتى أرحمه من شدة البكاء من شدة تعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا محبته اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته